أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم طلاب الصفوف الأولى بداية من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الابتدائي خلال الفصل الدراسي الأول بيتم وفقاً للنظام الجديد للتعليم على مستوى جميع المدارس وده من غير إجراء أي امتحانات تحريرية للطلاب شددت التربية والتعليم على أن المدارس الخاصة اللي بتجري امتحانات للأطفال في المراحل دي بتعد مخالفة وحيتم محاسبتها أشارت الوزارة إلى أن فلسفة النظام الجديد للتعليم بترتكز على أليات وأدوات ملهاش علاقة أبداً بالامتحانات التحريرية أو الشفوية ومن ثم بيجب على جميع المدارس اللي بتطبق هذا النظام الجديد احترامها والعمل بها حتى لا تقع المدرسة تحت طائلة القانون وكانت وزارة التربية والتعليم الفني أكدت أن تقييم الطلاب في هذه الصفوف الأولى بيشمل عدة محاول رئيسية هي بتفوق التوقعات دائماً وبيرمز لها باللون الأزرق وبيلبي التوقعات وبيرمز لها باللون الأخضر وبيلبي التوقعات أحياناً وبيرمز لها باللون الأصبر وقل من المتوقع وبيرمز لها باللون الأحمر ومشيرة إلى أن كل ولي أمر بيتسلم تقرير حوالين مستوى نجله في آخر الفصل الدراسي الأول وأعتقد ده بقى دي ملامح النظام الجديد اللي احنا بنتكلم عنه مع حضراتكم بقى فترة طويلة الحية إن شاء الله إن شاء الله يتطبق على كل خير